متابعيني جميعاً على قناة إنفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو النهاردة فيديو سريع حكلم فيه عن الواجهة الجديدة الميسترال اي 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 وأنا لقيت له استخدامين بصراحة بيفيدوني حالياً في الاستخدام فحبيت أن أنا أشاركهم معكم لو دخلنا على ميسترال اي اي من الحاجات المميزة جداً اللي أنا بستفيد بها داخل ميسترال اي اي هو الايجنس أو وكلاء الذكاء الاصطناعين طريقة سهلة لعمل الايجنس زي بظبط كده لما بتعمل كاستم شات جي بيتي لو روحنا هنا على الايجنس هللاقي في مجموعة من الوكلاء كنت موجودين أوريدي بالفعل داخل ميسترال اي اي زي الداتا أناليست زي البرسونال توتر زي الجلوبل سامارايزر زي الرايتنج أسيست لو دست على رايتنج أسيستنت ورحت للكاستمايز على شوين أشوف بيستخدم ايه حلقة إنه حاطة مجموعة من الانستركشنز ممكن يفدوك وممكن كمان أنت تعدل عليهم زي ما أنت عايز كمان تقدر تستخدم التون الخاص بالكتابة يعني ممكن تخلي التون يكون كاجول ممكن تخلي التون يكون فورمال وكمان لو دست على النالج تقدر تختار التولز اللي أنت عايز تستخدمها ممكن يكون الكتابة يتخلى لها image generation توليد صورة فيه كمان الكنفس اللي هو التفاعل مع الكتابة نفسها وعمل ايدت على الكتابة الweb search من خلال البحث عبر الانترنت وكمان توليد الكود والشارتس ومن أجمل الحاجات اللي أنا شايفهم مميزة جدا وهي الإيميل إمكانية أنت تعمل connect بالإيميل بتاعك لو أنت عايز assistant أو AI agent يساعدك في الرد على الإيميل وكمان جوجل كالندر يديك مثلاً موعيد اجتماعاتك أو يتعلق بالمقابلات بتاعتك أو بالإيذنس اللي أنت حطيطها على جوجل كالندر فأنا استفدت به في الجزء المتعلق بالجيميل أنه يديني آخر خمس إيميلات وممكن كمان تخليه رد على الإيميلات ودي حاجة من الحاجات الكويسة جداً بس بتديله أكسس على الإيميل أيضاً بالنسبة لي الimage generation بصراحة هو بيولي السور رائعة جداً أنا مما جيت أقارنها بإيماجين فور من جوجل لقيت إن النتيجة جيدة يعني خدت الأمر الخاص بي توليد الصورة بإيماجين فور وتخدمته مع مستر الإي آي لقيته ممتاز جداً ديه كمان الجزء المتعلق بالليبراريز والليبراريز لو أنت مثلاً سيعملت نيو ليبراري سمي بقى الليبراري بتاعتك دي أي اسم وهنا الليبراري دي ممكن تحط فيها مجموعة من الملفات اللي أنت عايز تستخدمها بشكل متكرر ففي الحالة دي وإنت بتختار تعمل شات بتختاري الليبراري زي الكلام دا يعني نفترض مثلاً هنا أنا حبتدي أرفع ملف أي ملف وهنا رفعت الملف بتاعي هنا حسميها كانفا حسمي الليبراري دي كانفا كورس وممكن أسأل كويسشن متعلق بالملف اللي أنا حطاها أو مجموعة الملفات اللي أنا حطاها هنا ولما أجي أروح أعمل شات ويجي مثلاً سي أدور على حاجة أو أسأله على حاجة ممكن أنا أستدعي هذه الليبراري أدور على الليبراري وأبتدي أستخدمها في عملية الشات وهنا كمان في إمكانية أنت تختار التولز اللي أنت عايزها تستخدم فقط التول ممكن تستخدم الويب سيرش ممكن تستخدم معاه الامج جنريش ممكن تستخدم معاه الكانفاس هنا مثلاً ممكن أقول له write an article about the latest my news وهنا أنا في التولز اختارت إنه هما يدور عبل الإنترنت فعلت الامج جنريشن والكانفاس وحبتدي هنا أدوس انتر هنا خليته يفتح لي فيه الكانفاس زي ما احنا شايفين قلت له open in canvas لأنه ما فتح ليش في الكانفاس وهنا فيه إمكانية أنت تعمل edit زي ما انت عايز على التكست بتاعك قبل ما تاخده copy بالنسبة الامج جنريشن ممكن تولد صور حلوة جداً هوليك برضو النتيجة الخاصة بي الامج جنريشن بتنفعني في عمل الصور اللي أنا بستخدمها أعمل منها فيديو أو أعمل منها صورة مصغرة حتى إذي أحط هنا الأمر هنا الطول اللي اخترتها هي image generation تعالوا بقى نشوف كمان بس طبعاً يفضل ان انت تقول له مثلاً 16 لتسعة يعني تقول له aspect ratio بتاعك with aspect ratio عشان ودوس enter ودي النتيجة نتيجة حلوة جداً زي ما احنا شايفين والجودة بتاعت الصورة كمان جيدة وما فيش watermark على الصورة ده بالنسبة لو انت عايز تنتج صور طب تعالوا نبص بقى على AI agents اللي أنا عملتهم أنا عملت 2 AI agent هنا مثلاً بدل ما كل مرة أروح أعمل وصف لي الفيديو بدل ما كل مرة أقول له كتب لي وصف لي فيديو وأدي له شوية كلامه وعد أكتب كل مرة لا خلاص أنا هنا هقول له وصف الفيديو ليوتيوب اللي عايزيه عايزك تولدي سكريبت مثلاً يوتيوب العربية صياغات وجذبة ومشوقة بناء على المعلومات التي يزودك بيها المستخدم وهنا ده الغرض يعني انت هنا بتكتب وصف الفيديو ليوتيوب وهنا بتكتب الغرض وهنا بتديله اللي هو هيديه لك انت بس هنا بتقوله انت عايز الوصف عن ايه بالضبط وبتديله شوية بس معلومات بسيطة عن الأداية اللي انت عايزها وهنا بتحدد التون يكون 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 وزي ما قلتلك في إمكانية انت تحط لو انت عايز أنا مثلاً هنا ممكن أقوله هرجع تاني وخش على طول على الشات اكتشف ميزة جديدة في مسترل ستغير تجربتك مع الذكاء الاصطناعي اعطوني ملخص للفيديو هكتبه وهنا الفصول المقدمة ما هو وكلي الذكاء الاصطناعي كيف يعمل وكلي الذكاء الاصطناعي امثلة عملية للاستخدام انت بس هتغير في ال يعني انت هتغير فقط فيها هنا الروابط اللي انت هتحطها فبيديك التمبلت اللي انت هتشتغل عليه جاهز انت كل اللي عليك اللي انت تغير بس انت اكيد هتتكلم عن المقدمة هتتكلم على AI agent هتتكلم ازاي يشتغل هتعمل امثلة فانت بس هتغير فيه زي ما قلتلك فيه ال time stamp زي ما احنا شايفين وتاخده copy و paste وكمان بالهاشتاج فيش اي مشكلة ده بالنسبة لي AI agent اللي انت بتعمله من ال agents ايضا اللي انا عملتها الفيديو تايتل مش كل مرة بقى حبتدي ان انا اقول له عمل لي فيديو تايتل يتناسب مع ال SEO وراعي الكلمات البحث اللي عليها اكثر شيء وعالناس بتدور عليها كتير واستخدم ادوات مفتاحية انا هنا بتديله كل الانستراجشنز ومجرد ما حبتدي ان انا اديله انا عايز ايه بالظبط فهيديني الفيديو تايتل المناسب انت زي ما قلت لك تقدر تعمل كونكت بالجيميل وبالجوجل كالندر موضوع ده حينفعك جدا انت بتروح تدي الكنترول من الادمن كونترولز زي ما انا كده عاملة ديبل للجيميل ان هو يأكسس لي على الجيميل زي ما احنا شايفين وكل ده في الخطة المجانية زي ما انتم شايفين مسترال اي اي بسيط في استخدامه الوجهة بتاعته بسيطة والاي اي جنس برضو الطريقة بتاعت بناء الاي اي جنس بسيطة وسهلة فاتمنى انتو تستفيدوا زي ما بستفيد من مسترال اي اي فاتمنى لو في معلومة النهاردة فدتكوا تستفيدوا منها اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيكفر يو زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة